اهلا 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 بيكم معانا شوفوا بقى حماية المستهلك في ايد مين؟ في ايد واحد بس جهاز حماية المستهلك اسمه كده طيب جهاز حماية المستهلك انا دايما انا اقول لك علشان جهاز حماية المستهلك يقدر يشوف شغله تالت وامتالت لازم حضرتك تكون ايجابي بما كان انك تتصل اذا شفت اي حاجة مش مزبوطة طيب هناك ازمة ما في العالم؟ اه هناك ازمة ما في العالم تؤثر على العالم؟ ايوة فندم تؤثر على العالم اقتصاديا تؤدي الى موجات تضخمية؟ تؤدي الى موجات تضخمية ده مش معناه انه يحصل جشع لدى بعض التجار او افتراء او مغلاء الى اخير طيب وعليه هتلاقي ان فيه توجيهات وخطوات خدتها الدولة بتوجيهات من الرئيس مباشرة خلونا بقى نشوف احنا هنعمل ايه لحماية المستهلك والاستقرار الاسواق حماية حضرتك وحضرتك حماية مهيتك جيبك محفظتك علشان تطمن على انه السعر اللي انت بتشتري به ده سعر مظبوط مفيش حد يزود عليك خلونا نرحب بضفنا العزيز المهندس ايمان حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك المسؤول الاول عن هذا الموضوع ازاي الصح؟ برحب حضرتك ومشاهدينك المحترمين ويعني نتمنى ان شاء الله يكون الحلقة فيها اضافة لسادة جمهورك المشاهدين اكيد كمجارة العادة اكيد 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 خليه هاخدها واحدة واحدة وانا دايما نعود اقول انه يا جماعة هي المسألة مش بس متعلقة بسعر ما بين قصين الرغيف السياحي او الرغيف الحر او الرغيف غير المدعوم احنا بنتكلم على اي سلعة موجودة المغالاة اللي هتبقى حصلة خلال الفترة اذا حصلت ونتمنى انها ما تحصلش هتحصل دايما على السلعة الغذائية نعم هنعمل ايه؟ طبعا احنا لازم نبقى اسف لازم نبقى واضح بالنسبة لكل الناس ان احنا بظرف استثنائي هل الظرف الاستثنائي ده مستمر مستمر قد ايه؟ هيستمر قد ايه؟ مين متسبب فيه؟ مين اللي مطلوب منه يعالج الازمة؟ كل دي اسئلة الحقيقة مطروحة ممكن تكون مش مطروحة في زهن المشاهد لكن مطروحة قدام مجلس ادارة او لجنة ادارة الازمة اللي متشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزارة حلو نبدأ قبل ما نتكلم عن ازاي هنحاصر مشكلة ارتفاع الاسعار نبدأ ببداية مهمة جدا التوجيهات واضحة تماما التوجيهات واضحة تماما ان تتحمل الدولة الجزء الاكبر من العبق المواطن مش مطلوب منه انه يتحمل كل كلفة بتاعة الازمة الدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس وزراكة واضحة تماما للجنة ادارة الازمة ان الدولة هتتحمل الجزء الاكبر من التكلفة اللي حصلت دولة في الزيادة وخليني ابسط المعلومة لحضرتك حاكم تابع اللي بيحصل في العالم كله النهاردة لو بصينا على سبيل المثال في اوروبا ارتفعت السلعة الغذائية بالنسبة تتجاوز اكتر من 60-65% سمحوني معلش بقى اليوم طويل يوم طويل انا عارف ببقى جاي مجهد شوي البنزين على سبيل المثال ارتفع اكتر من 120% سعره وايس على ده لان لما نيجي نتكلم على بنزين او نتكلم على محروقات او نتكلم على السلعة الاساسية فاحنا بنتكلم على المؤشر الاساسي اللي ارتفاع كل معدلات تضخم فطبعا تضخم ضرب العالم بالكامل ممكن انا باستخدم كده مثال هما في طالقة تتضرب في اوكرانيا بتيجي في انا يعني فعليا النهاردة بتيجي في انا اللي بتأثر علينا اقتصادية الحقيقة يعني بشكل يعني صعب فوق ما الناس ممكن تتخيل لكن لان الناس برضو مش مسؤولة يعني في النهاية المواطن المصري النهاردة بيتعرض للتبعيات او تبعات الازمة فالدولة ياخد قرار واضح جدا انك بكرره مرة تانية وتوجه واضح تماما ان الدولة هي اللي تتحمل الجزء الاكبر من التكلفة بتاعة ازدياد الاسعار ومن نفس او من منطلق ده في مجموعة آليات قبل ما نتكلم في الآليات وزي هتأثر على الاسعار يهمنا مش عارف مش عايز اقولها ازاي نبص كده بتبسيط شديد للمشهد لو افترضنا لقدر الله واحد اصيب بحادث سيارة اللي مطلوب انه يقوم بالاسعاف هو المسعف هو ده المتخصص لكن ممكن نتعاطف بدون شعور ونركن كلنا العربيات في الشارع عشان ننزل نساعده فعربية الاسعاف ما توصلش صح او ممكن حركوا حركة غلط لسه في ضرر كبير فالحياة ممكن يعني اتسبب في ضرر اكبر طبعا فبيبقى مهمة جدا في حالة زي دي انه احنا نركز على انه ندي فرصة للمتخصص المسعف اللي متدرب على ادارة الازمة انه يتحرك نساعده نقلل من الشوشرة من التوتر من الزحمة من اللغط ما نسمعش لاي كلام بيتقال في التوقيتات دي لان كل واحد النهاردة اصبح تقريبا بيوظف الازمة لصالحه الشخصي كل واحد طبعا غير امين بيوظفها لصالحه الشخصي سواء احنا من نتكلم عن تاجر غير شريف وهم قلة لكن بيضربوا وتجار حرب في اخرين بيتربصوا بالدولة واحنا عارفينهم كويس طبعا بيحاول يوظفوا الازمة لصالحهم خلينا نبقى واضحين الازمة دي جات لنا بعد سلسلة ازمات متتالية لم نكن سببا فيها احنا بنعالج الازمة وزي الكورونا على سبيل المثال احنا لسه مخلصناش من الكورونا اللي رفعت اسعار العالم اكتر من 30% 35% في المتوسط لقينا نفسنا بنتحشر في حاجة لا ناقة تالينا فيها ولا جمل فجأة لقينا نفسنا كذا والاخطر واللي انا عايز ابصاته للناس ادي فرصة للانسان المدرب انه يتدخل بأدواته وبتدريبه انه يحل الازمة مش كلنا هنحل الازمة هل الانسان المصعب ده اللي احنا نتكلم عنه قادر على ده نبص على التاريخ باختصار شديد احنا تجوزنا في مصر ازمة اكبر شفنا اصارها العالم كله شفنا مصر اتعاملت مع الازمة ازاي خرجت منها ازاي الخروج البسيط الامن السهل اللي الناس شافته في ازمة كورونا في الوقت اللي العالم كله كان بينهار حوالين مننا الناس ما شعرتش ان ورا منه ادارة ادارة حقيقية ادارة تشتغل ما بتنامش ادارة ما بتنامش بمعنى كلمة ما بتنامش وفي الاخر الناس شافت الحمد لله انسياب السلع في الاسواق حالة من الهدوء نتعامل مع الموضوع ببساطة شديدة جدا جدا كما لو كان لا يوجد ازمة لا في فريق قوي مدرب محترف بيدير الازمة فلو سمحتوا نديله فرصة انه يدير الازمة الحالية كمان عشان نخرج باقل الخسائر عمرنا وانا بقولها ما هنطلع زي ما دخلنا الازمة لابد اللي دخل في مشكلة زي دي هيخرج ببعض الاصابات طبعا عايزين نحتوي نحتوي ونقلل الضرر قدر المستطاع عشان نعرف نتجاوزه طيب الكلام ده بيستلزم ايه زي ما حدارك تكلمت في البداية احنا منتكلم منتكلم اكتر حاجة بتمس المواطن هي الاحتياجاته الاساسية ويمكن بحب استخدم لفظ في المرحلة دي بقول ان احنا السلة الاساسية هو ما نحتاج وليس ما نريد ايوه وهناك فرق ففي مراحل معينة لابد ان انا ابحث عن ما احتاجه مش ما اريده اعتقد ان احنا في المرحلة دي ان احنا لابد ان احنا ندور على احتياجاتنا الاساسية نحاول ان احنا وانا بتكلم هنا من منظور حماية المستهلك حماية المستهلك مش بس رقابة الحماية المستهلك ايضا توعية وده جزء تلت من رسالة جهاز حماية المستهلك فانا بقول للمستهلك الكريم هذه المرحلة لابد من ان نرى الامور من يعني زاويتها الصحيحة العالم في حالة حرب شديدة ده روس اكبر مما نراها وان شاء الله هتمر على مصر انا مش هقول بس على خير انا بقى مش كجهاز حماية المستهلك انا كأيمان حسام الدين متأكد ويمكن نقعد تاني ونفتكر هتكون ان شاء الله في صالح مصر وهتكون الاحداث دي بس اكيد مش على المدى القصير او على المدى المتوسط ان شاء الله هتكون في صالح مصر لان ربنا دايما بيكتب لنا في كل ازمة ان احنا نطلع منها اقوى ونطلع منها بنتيجة جيد ده اتمنى انه ما يكونش اطالة على المشاهد الكريم او انه دخلت برا الحاجة اللي هو عايز يسمعها خلينا نتكلم في قليات الدولة اللي هتتعامل بيها مع ادارة الازمة وانا بتشرف ان انا عضو جوه لجنة ادارة الازمة ولجنة الازمة مشكلة من يعني سادة الوزراء المحترمين المعنيين بكل الامور اللي تهم السادة المواطنين وفي حالة انعقاد دائم ومشكل غرفة عمليات داخل مجلس الوزراء بنتابع لحظة بلحظة اللي بيحصل طيب القاعدة الاساسية القاعدة الاساسية اللي احنا كالعالم كله عارفها وكل الاقتصاديين وكل المحللين عارفانها انك انت عشان تخفض الاسعار تزيد من المطروح او من الوفرة في السوق ميزان العرض والطلب وناز كتير الحقيقة في الظروف البائسة اللي احنا بممر بيها احيانا بيكفروا بنظريات الاقتصاد الحر لكن هي الاقتصاد الحر في صالح المستهلك حتى لو كان لضمان تنافسية ما يعني انا عايزة اقولك ان فيه ناس غزبا عنها تقولك لا احنا عايزين اجراء عايزين ساعر مش عايزين دلوقتي ندخل في التفاصيل دي بس لازم نتأكد ان الاقتصاد الحر النهاردة وصل للعالم كله لانه فيه مصلحة مباشرة للمستهلك فمش عايزين نرتد الورا وانا اعلم تماما الغضب اللي عند الناس وانا كمان غضب وانا كمان يعني اعاني من زيادة الكلفة اللي موجودة دلوقتي وكلنا في الدولة مواطنين في المقام الاول طبعا محدش فينا ما بيعانيش وما بيتضررش لكن طبعا في ظروف ادارة ازمة لابد ان احنا نفصل نفسنا من يعني كمشتكين ونحاول ندير طيب قليات الطرح اللي هي هتعمل وفرة في السوق هتعمل اتاحة هتقلل من ارتفاع الاسعار هنلاقي هنا الدولة تمتلك ادوات جيدة جدا ويمكن نبسطها للناس لما الناس بتسمع كلمة احتياطي استراتيجي احتياطي استراتيجي احتياطي استراتيجي في بعض الناس بتقول يعني ده معناقي لازم نبسط المسألة زي ما تكون عندها خزين في البيت ولما بيحصل نقص بتطلع منها ببساطة فبقدر اطرح من الاحتياطي وانا الحمد لله كدولة كونت احتياطي استراتيجي كبير جدا في الفترة اللي فاتت صحيح وده برضو بيأكد للمشاهد الكريم ان هو ان الدولة قوية وترى ترى حتى ما لا يراه الاخر لانه لما كنتش شايف ما كنتش عملت حسابي في احتياطات استراتيجية من كل السنعة الاساسية تقريبا بالزبط واحتياطيات كبيرة وتجاوزنا حاجة بتقودها 40 شهر اكتر يعني احنا لما يكون عندنا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ان فيه رؤية حكيمة عندنا النهاردة مخزون يسمح للامح بخمسة وستة من عشرة مليون طن يعني تقريبا استهلاك سنة في الوقت اللي ولازم ندي كل واحد حقا يعني يوسف بيه في الوقت الفخامة الرئيس استلم وكان الاحتياطي بتاع وكان القدرات الاستيعابية عندنا ما تتجاوزش واحد واثنين من عشرة مليون طن لما وسع الاحتياطيات وجاب افضل صوامع في العالم بقى ان عندنا ما يكفي لاستهلاكنا ما يزيد عن سنة على نفس المنوال في الزيوت في الحبوب في كل شيء طيب هل الاحتياطي اللي عندنا يسمح لنا ده وقتين اللي احنا نضخ في السوق نعم وده اللي تم في خلال الاربع خمسة ايام اللي فاتوا عشان كده انا عاي رفحكم الساعة فحصل نزور في الاسعار وان كان ارتفاع الاسعار اللي حصل ساعتها انا للأسف انا شاركت فيه انا شاركت بحالة الفزع والهلع ونزلت واشتريت كتير وخزنت فسحبت انا المواطن ما هو انا المواطن ما هو انا المواطن اذكرت انا يبقى جهاز حوالي المستهلك قلت لا يمكن لا انا المواطن انا شاركت بخطأ ان خدت فوق احتياجاتي ما احنا قلنا احنا فيه لحظات لازم ناخد ما نحتاج اقولك لا هو احنا اللي غلطانين بقى شغلانتنا الاعلام والصحافة ليه المواطن دايما معذور ده من وجهة نظري عمري ما بقولك علي نوم اكبر مما يحتاج ابدأ احنا يمكن ما عملناش الدور السليم بتاعنا ان احنا نهدق من روعه اللي هو ما تقلقش او انا بقول احنا مش بس انا ولا غيري احنا كلنا كابناء هذه الصناعة ما فهمناهوش انه احنا من البداية لازم من بدري نقوله انا عندي احتياطي من البداية اقوله الدولة هتقدر تعمل مجموعة من المعارض وتفتح منافس اكتر من البداية اقوله كذا 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 فلا داعي للقلق او الهوس المواطن طيب ما هو انا بسميه المواطن السيد المواطن السيد يتبع كل يعني الحياة الحصار الاعلامي مش بس من الاعلام المباشر كمان من سوشيال ميديا و فحصل حالة الهالة اللي انا بتديت كلامي بيها وقلت في حادثة بسيطة فتزحمنا بشكل قد يدور ده لازم ناخده على جنب بقى لان ده لي طريقة في التعامل معه في اسلوب لكن فيه الاول فيه الاول قاعدة اساسية بشتغل عليها بمعنى السوق عشان الاسعار تستقر لازم يبقى فيه وفرة خلاص يبقى ابدأ بالوفرة ومش معنى كده ان ابدأ وده بعديه لا خط اساسي اني ازود الاتاحة بسرعة وده اللي تم عشان كده تلاقي اللي 4-5 ايام اللي فات بتنزل قط اخر موازي الرقابة زي ما حناك قلت تجديد الرقابة الدخول على المخازن هتديلك مثال جهاز حماية المستالك وهو من اصغر الاجهزة الرقابية في مصر فاربع ايام عامل 4358 حملة الناس مكتش بتناهم هو الجهاز اللي حضرتك بتقول يا اصغر واحد ده ده من اكتر الاجهزة التي تؤثر على حياة الموقع بشكل يومي بالزبط فانزلنا حملات للأسف وانا عمري ما كنت بفخر بعدد المحاضر اللي بعملها بالصور عمر رادي للأسف 777 ما احضر في 4 ايام تمام ليه؟ لان فيه التاجر منفلت التاجر التاجر الحرب اللي هو عايز يوظف الازمة في صالحه غير مسموح وغير مقبول ولن يترك والحقيقة جهزنا يمتاز بعقوبات غليظة يمكن اللي ما عندناش عقوبات حبس الحرية أو يعني تقييد حرية تقييد الحرية يعني الحبس يعني ما بنستخدمها شغل في مادة واحدة اللي هي حبس السلع استراتيجي فقط اللي مجرمة فيها تقييد حرية اللي هو بيخزن الحاجة ويحجبها عن السوق علشان يعرف دي عقوبتها لا تقل عن سنة سجن و 2 مليون جنيه غرام أحسن أحسن أنا متفق معك لأن الحقيقة اللي في ظرف زي ده يحجب سلع عن التداول عشان يغالي في سعرها أنا آسف من أقول ده مجرم طبعا على طول طبعا واستحق هذه العقوبة ودي الحقيقة نفذت خلال الفترة اللي فاتت وجابت نتائج جادة جدا طبعا معنا شركة في الرقابة مش إحنا لوحدنا إحنا معنا شرطة التموين معنا وزارة التموين بتشتغل معنا كل الأجهزة الرقابية الحقيقة بص أنا عايزة أتوهم من الناس الدولة في حالة استنفار رهيبة رهيبة يعني وده لوقت كده ما شفت والله العظيم إحنا قلتوا ده اجتمع حرب على الجاشعة إحنا في حالة حرب والدولة في حالة استنفار المواطن لابد أنه يهدأ تماما ويطمئن خصوصا أن الدولة بتعرف تدير أزمات الدولة بتعرف تدير أزمات وجربنا مرة واثنين واثنين بالضبط فالشك وأي حد يحاول يسرب الشك للمواطن إن الوضع اللي إحنا فيه ده هيستمر لا وأبسط شيء أقوله لحضرتك يوم في سنة 2016 كان كيلو السكر بـ 18 جنيه وكان ببعز المخدرات يعني شكارة واللي يعرف يجيب سكر النهاردة وصلنا السنة اللي فاتت كيلو السكر كان بـ 6 جديد ونص واش لقيين اللي ياخده كان بإيه بصدفة من 18 نزل لـ 6 آه السنة اللي فاتت كان بـ 6 جنيه ونص السنة دي ارتفع لـ 8 يو ونص مم تمام بلاش السنة اللي فاتت أو نهايات السنة اللي فاتت مش الموسم اللي فاتت لقبليه آه الرز وصل لـ 17 جنيه مم السنة اللي فاتت طن الشعير كان ببعى بـ 3000 جنيه ونزار بس زي وصدفة لا 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 فيش صدف خالص فيه إدارة فيه إدارة لا إدارة جدة إدارة جدة بتشتغل من من قمة للأسفل ومن أسفل للقمة بمعنى إيه فيه لقاءات على مستوى مع كل الشركاء نسميهم الشركاء المحترمين ويهي توجيهات واضح حبس سلعة محاولة استغلال الأزمة محاولة كذا غير مقبول وغير مقبول دي مفهومة بالنسبة لللاعبين الكبار ومن أسفل الرقابة شغالة على التاجر التجزئة الصغير وعلى كذا اللي بحاول يخزله شكرتين ولا طن ولا ولا أو مخبز أو 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 في إدارة أنا يمكن عايز نستفيد من الحلقة دي استفادة تاني أهم حاجة أبقى عندي ثقة أهم حاجة يكون عندي ثقة وارتاح عشان ما نعملش الزحمة اللي قدام عربية الإسعاف مش عافة توصل قليك متطمن متطمن تماما وعايز أقولك على حاجة في ثلاث أيام الأسعار انتخفضت سبعة في المية سبعة في المية دي على فكرة سبعة في المية في السلعة الاستراتيجية بالمليارات تساوي في الرقم تضخم رقم ده شيء أشبه عشان الناس تبع فاهم أشبه بأنك انت كشفت جريمة قتل غامضة جدا 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 في ثلاث ساعات يعني محتاجة مجهود وإدارة طبعا يعني أنا أنا فخور أننا مواطن في بلد فيها هذه الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة إحنا كده كده الحلقة دي بجد بجد مش هنحسبها يعني مش هتحسبها علي إن حضرتك جت لنا إحنا لازم هنتقبل قبل رمضان ضروري جدا وماليش دعوة بكل الموعيد اللي خدتها من كل البرامج والنبي والله يعني البرامج بتزعل مني بس أنا يعني عايز أقول لحضرتك إن إحنا طبعا الدور الإعلامي مهم وإن إحنا كمان عندنا شغل أنا عارف أستفيد من الغسالة يعني من الوقت ده يعني سادة الإعلاميين مزعلوش من نا لكن هقول لك على حاجة بقى يعني أنا هاخد بقى إيه أولا العشم وياخد المنطق لاتنين وأنا عارف نتحب المنطق أكتر بس يعني هحط سنة عشم دي القناة دي البرنامج ده بتاع الناس الغلابة والقناة دي بتاعة المية واربعة مليون مواطن بفلسهم أولا رايح لهم كلهم دون استثناء وبالتالي الناس اللي بتتفرج وفعلا المية واربعة مليون هم هينتظروا المهندس أيمن حسام يقول لهم قبل رمضان هيعملوا إيه حضر والجراءات اللي بتاخدها الدولة ويطرع عملنا إيه خلال الأسبوعين ما احنا فضلنا على رمضان يجي أسبوعين مثلا إن شاء الله كنت صوت طيب فالأسبوعين اللي فاتوا دول حصل فيهم إيه والجهاز عمل إيه وما إلى ذلك أكيد في مكتب متابع عند حضرتك أنا يوميا بنزل الرقم بتاع جهاز حماية المستهلك وشجع طلع على الهواء لسه منزلش يا غزيمة هتكسفني بلزلوا كل يوم كل يوم على الهواء علشان الناس لازم لو في حاجة يتكلموا من ثلاثة يام كنت بعد بنعمل هنا وكنا بنعرف بريزنتيشن عملها منجلس الوزراء وكنا بنتكلم على الضبطيات اللي عملها الجهاز ومعدلة تقد إيه ونسب حل المشاكل وصلت لكام بعد ما كانت كام أيوة تسعتاشر خمسة تمانية وتمانين أهو أنا بتشرف إن أنا أكون موجود في التلفزيون المصري وهو قابل إعلام قبل كل شيء يهمني بقى قبل ما الحلقة تنتهي إحنا قدامنا أديه إحنا قدامنا أديه زيمة عدد اتنين دقيقة ماشي اتنين دقيقة خلينا نحط فيها كابسولات الأسعار لن تترك على هوى التاجر في هذه الأزمة واحد أكتر من 1800 سوبر ماركت مشاركين في معارض أهلنا الرمضان بنسب خصومات تزيد عن 15% أكتر أكتر من 160 شادر في كل المحافظات بالإضافة لـ 27 معرض رئيسي ثلاث أكتر من 100 قافلة هتوصل للنجوع والكفور والمناطق المحرومة تماما أربعة أكتر من 40 مليون شنطة رمضان بتتوزح حالي خمسة عايزي تاني اللي انت هتقول لي علينا موفق علي كل ده بالنسبة لي مزيكة يوم 25 إن شاء الله معرض أهل رمضان مفتوح للجمهور آه الأرقام دي كلها بنتكلم أن هم ماضيين ماضيين مش آيلين اتفاق موقع على نسب خصومات لا تقل عن 15% لا تقل عن 15% نطمئن 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 البلد بخير فيها إدارة جيدة وعارفة بتعمل إيه كويس قوي وصحية يقزة ولن تترك حد يعبث بدماء المصري أولاً أنا عايز أشكرك جداً 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 على كل الحاجات أولاً أشكرك على إنه دايماً عمرك ما رفضت لنا طلب استضافة أبداً ده واحد اتنين أشكرك على جهد أنا عارف ومتأكد إنه جهد حقيقي متميز الحاجة التالتة أشكرك دايماً على طولة بالك ودي حاجة متعلقة بالكواليس بتاعة الحلقة النهاردة نورتنا وشرفتنا وأنا متشبس متمسك بالحلقة اللي هنعملها قبل رمضان على طول نزود بيها طمئنان الناس بعد ما طمنتهم النهاردة ده احنا هنطمنهم تاني تالت وامتلت بإذن الله قبل رمضان كده عشان تبقى الحكاية مستقرة في الأزهان شكراً جزيلاً وليه الشرف إن أنا كنت معارضة في لسانة وحضراتكم بخير وإن شاء الله كالعادة رمضان شهر كريم جداً جداً كله كرم والله العظيم والله أنا متطمن طول ما احنا عندنا رئيس طول الوقت قلبه ودماغه وعقله مع الشارع مع المصريين ورجالته زي مهندس أيمن حسان وغير طول الوقت مركزين في الشغل اللي بيعملون بيتعاملوا بضمير يقز لا ينام ما بيريحش حتى وهما نايمين بالمناسبة اسألوني عن المهندس أيمن ده بجد مش هزور والحاجة التانية التعامل الزكي الحكيم الحصيف الفقرة دي خلصت بس الحلقة اللي بجد اللي هتبقى قد كده وهتبقى هي فقرة واحدة مع المهندس أيمن حسان واحدة واحدة بقى كده هتبقى قبل رمضان بيوم بيومين هنقعد ننقنق فيها هنرتبها ترتيبة مزبطة قوي وهتكون انت بالمناسبة المواطن هتكون لمست بما فيه الكفاية الشغل اللي عملوا الجهاز الشغل اللي بتعملوا الوزارة الشغل اللي بتعملوا الحكومة بتوجيهات الرئيس فاصل وهنروح لصديقي العزيز أيضا أن هذا حلقة الأصدقاء بصراحة باهر دويدار الكاتب والسينيريست الرائع منتظرك يا باهر على أحرمنا الجامر فاصل ونكمل الكلام